مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا عبر منصة هنا لبنان مثل كل سبت سبع المساء موعدنا هلأ بيتجدد مع حلقة جديدة من برنامج ما بتقطع وضيفتي بها الحلقة ممثلة لبنانية حبيتوها بأدوار كتيرة منوعة ومختلفة بالكوميديا ما في مزح معا الشغل جدي لتكون الشخصية بتموت ضحك وبالترجاديا النتيجة دايما مؤثرة ومقنعة بكل شخصية معروف عنا إنه الشهرة ما كتير بتعني لها وما عنده مشكلة تغيب عن الضو لترجع بعمل يكون فعلا ما بيقطع مرور الكرام والمعروف كمان إنه ما بتضرب صحبة لا منتج ولا مخرج ولا بتدق بواب ولكن الأكيد هو إنه كل دور بتعمله ضربة معلم وبتفوت فيه على كل بيت وكل قلب بلا ما تدق ما بتقطع الليلة مع الممثلة اللبنانية ميرنا مكرزل ميرنا أهلا وسهلا هذه المقدمة بدي أني قعد عائلة بديك تقدي عائلة تقدري تقدي عائلة أنا بارف إنه العكس قلتلك أوكي بعد ثانية عدوا لديانيت كم ثانية ميرنا عشرين سنة تمثيل وبعدك لليوم بتقولي وعبر كذا مقابلة إنه ما كتير قابضة قصة الشهرة والأضواء جد وفيك تغيبة وأسببت هيدا الشي بتغيبة كذا سنة وبترجعي وبترجعي بتقلب الدني فقاني تحتيني بتعملي دور فعلا موفق على السوشيال ميديا بياخد أصداق وترجع بتغيبة مرة تانية وما منعرف كم شهر وكم سنة ما بحب تكون كل الوقت على الشاشة يعني أنا مرتاحة هيك مرتاحة وهالشي بيخليني أول شي أعمل ريتشارج كم مثلة أعمل ريتشارج شي للي اشتغلته زدته من كياني وزدت الكاركتير كله من شخصيتي لأرجع أعمل شي ما خصه باللي عملته قبل لأنه بكرة هجي عيد الشغلي مرتين بس كيف واحد بحب التمثيل هالقد وما عنده مشكلة يقعد ببيته شهور واسنين مين أقليك ما عم بدرب راسي بالحيطان أه لا أكيد هيدا شي بيزعل وبعصبني يعني بعد فتح بس يمروا أول تاني شهر ببلش هيك حربس بس برجع بقول لأ شدع حاليك لأنه القاتي أعظم القاتي أعظم بارث بتحبيها كتير هيدا الجملة مثل ما بتحبي كتير لكل الشيات أنا؟ باردون باردون لا 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 شينيلك لكل الشيات عجنب تخيلك ما تحكيلي بالكل الشيات خاصة بالتصوير بالتصوير ولا بالمقابلات بكل شي بالمقابلات بتصوير وين بديك أنا مستعدة هلأ افتحلي كيان هون كتير كتير يعني بيضربولي على هون هيك بيصير يعمل كهرباء أنت ولا مرة عرفت تقعد عقلي تستلمي نص وتسمعي جملك متل ما هني دايما بترتجلي ايه اكيد وبيكون شرطك الأساسي بمعظم الأعمال بتوافق علي أنه تركوا لي مساحة اقدر أنا عمر الشخصية متل ما شايفتها صح مضموطة على المعلومة أكيد بس أقرأ نص بقري أول شي كقصة لشوف شخصية اللي عرضين علي وين بتكون بالقصة شو دورة بالقصة شو كيانة بالقصة برجع بعدين أكيد بطلب مساحة لأنه بحب أحكي متل ما برتاح ما فيني أنا أجي أحفاظ وأبزق كلمات ما بتزبط معي طيب فيها شوية باعة حكي لما منقول أنه بعد عشرين سنة تمثيل وأضواء وكاميرات وسينما وتلفزيون أنه أنا ما بتعني للأضواء لا عادة ليه عم تشتغلي؟ شايفتيني شي مرة نازل مثلاً درس فيديويات وصور على السوشيل ميديا شايفتك بتمحي أكاونت كان عليه كتير متابعين وبترجعي بالألفين واثنينة وعشرين بتكتبي هاشتاك ستارتينج أوفر عم برجع بليش عن جديد اتوازهاكت مش محيته اتوازهاكت بليلي ما في ضوء أمر اتوازهاكت ونبعتلي مساج على الواتساب إنه بدنا هلقد مساري لترديه قدي طلبه منك مساري شي دميل ألفين دولار اي وقت اللي عملتله نبلوك عملولي ديليت لكل الصور والفيديو وزقلت خلص لكينا شو أعمل له ريكوفري طالما ما ما دفعت فديته للحساب ألفين دولار لا حبيبتي لا ما بيحرز شو اللي ما بيحرز أنا مثل ميل جيبسون بفيلم رانسم تلفنولي قلولوا لأخذنا أبنك قالوا تركوه عندكم تركوه عندكم أنا قلت له تركوك الأكاونت عندك عسيرة السوشيل ميديا كان في باز هلأ من فترة هيك فرح لأنه إنجاز للسينما اللبنانية مع فوز فيلم عمف طريق بجيزة الجمهور بمهرجان الفيلم اللبناني بكندا صح جيزة الجمهور خاصة لأنه غير النقاد بصوته يعني غير النقاد والأكاديميين لما جمهور بيصوت لفيلم كتير بيكون عم بيعبر قديش حب بقى مبروك الجيزة أول شيء تانكيو ومستلمتات تفضلي اي كنت متوقعة على الفيلم يربح جويز لا ما كنت متوقعت لأنه نحنا وقت أشتغلنا هيدا الفيلم ما اشتغلنا هيدا المهرجانات يعني هيدا منو فين فستيفال هيدا نحنا اشتغلناه لكل العائلة فوقت اللي اتخذ فستيفال وربح عن جد انصدمت أنا امبساطت بس انصدمت كيف كان التفاعل مع نص زميلة جوزافين حبشة وعدسة لارة سابا وهالأجواء الحلوة صراحة علي الفيلم لكن صراحة وقت اللي حكيوني مشان الفيلم كنا بعز الكورونا وبعز الزربة بالبيت وبعز الولاد أونلاين بالمدرسة فاجيت هيك متل أكسيجان ايه يلا اخذت الولاد وطلعت فيهم عالأرض هني قاعدوا يدرسوا أونلاين بالأوتيل وانا رحت اتمرأحها وصوير قدام مهدومي سور جابي عن جد اي مع انه أنا ما لعبتها مهدومي انا لعبتها كتير سور كتير سيريوز وعندها حس كتير صعب واحد يشوفك على الشاشة وما يبتسم أو يضحك خاصة هلأ بدعت بأدوار تراجدية بامتياز ورح نحكي عنها ولكن بالكوماديا كأنه بدمك يعني ما بتفتعل الموقف التيك تبع الشخصية كله بيكون كتير راكب صح لأنه لأنه يعني بسفت بالشخصية بصير خلص بصير ميرنة بس هالشخصية بس مع تيكاتو عرفتها بس ما في شغل اللي بديك تنتبهي أنا حتى بأدوار الدراما والشر واللي ما بعرف شو بيحضروني وبيبتسموا وبيبعطولي ميساجات إيه تقليلهم إنه لحظة شوية أنا مفروض تكون شريرة مفروض تسبولي مثلا أو تقولولي شي كلمة لا كلهم بيجوا معي بتفشلهم كلهم إيه الجمهور بيجوا معي بدل ما يجي ضدي مع الأبطال أو مع اللي أنا ضدهم بيجوا معي وأنا كتير بتفاجأ بهالشغلة ما بعرف ليه بيعرفوا إنك مش من قلبك شريرة مش من قلبك طيب تعملت شخصية سور جابي ميرنا مكرزل تلميذة رهبات استوحيت شوي من الجو لأنت بتعرفيه كتير منيحا قرب أكيد شو أخدت أخدت أول شي روحهم الطريقة اللي كتير سنابل اللي بيعيشوه أنا رهبات سنات فامي فكان عنا فرنسوية وسويسرية ولبنانية وكانوا كتير كتير ألماض يعني منهم مثل الرهبات السيريوز بالعكس كانوا إذا فيه فات للمدرسة ينزلوا يرقصوا معنا أنا أخدت هاد الشغلة منهم أكيد وطريقتهم بالحكي إنه لأ ممنون نعمل هيك لأنه هيك يعني هيك عرفت كيف وبذات الوقت عندهم هيدا الإيمان يلي منه واجب يعني بتحسيه هيدا الإيمان اللي جاي هيك عادة موجود من شئنا أو قابينا أخدت كتير إشي منهم أكيد من تصريحاتك اللي دايما تسألي عنا بالمقابلات واللافتة إنه أنا بمثل كاركتير طبعا ما بمثل دين بس فيه باراليزم هيك لافت يلي هو دور الرهب بعمفرق طريق ودور المرأة المسلمة عواطف بفيلم بالحلال مع المخرج والمؤلف أسف فولادكار وكمان يعني هيدا من الأفلام اللي أخدت جويز وضجة كتير كبيرة عم نحكي بأوروبا أستراليا حتى دبلج للألمانية إي دبلج للألمانية وجابه وحدة بدي أعرف بس مينية هيدا جاي بصوتي يعني أنا صاروا يدقولي قولولي أنت بتحكي ألماني قلت له لا يا عمي ما بحكي ألماني قال يا عمي عم تحكي ألماني سمعي رح تحضرتها جاي بصوتي يعني لو ما أنا عارفة إنه أنا مثلته كنت فكرت إنه مش أنا طيب ميرنا اليوم ليش ممكن تنسألي هيك سؤال لأنه بتتصدق له هالدرجة يعني بتصيري أنت هالقد لابسي الحالي والشخصية إنه راهبة ميرنا راهبة ميرنا امرأة مسلمة هي أكيد لأنه أنا برجع بقليك لأنه أنا بلعب كاركتر يعني أنا ما بفوت بالإشياء البرانية تبع الدور بالنهية إن كانت راهبة ولا مسيحية ولا مسلمة لو شو ما كانت هادي مرة عندها قصصة وعندها مشكلة أنا بتعطفها من هالناحية بغض النظر شو دينا أو شو بتشتغل أو شو بتعمل بس أنت ممكن تعملي أي شي كرمال الدور كيف يعني أي شي يعني ممكن تنصح 24 كيلو تطلع بشخصية عواطف أكيد من هالناحية إيه وعملتها وعملتها نصحت 24 كيلو عواطف ونصحت اللي شي 10 كيلو مشين الراهبة ليش والضي عم منصح وأضعف بس هلأ خلق هلأ هيدا شي عفكرة كتير رائج بالسينما الهوليوودية بالممثلين العالميين يعني ممكن يعملوا حتى رجيم أليمانتر أو نظام غذائي صارم جدا ليكسبوا وزن كرمال تطلع بشخصية مؤنعة أو يضعفه أكيد وبعملها يعني ما بفكر مرتين آخر همة لأنه بالنهاية عواطف كانت لازم تبين أنه هي تعبانة أنه هي مستلشقة بحالة طب كيف بدي بيين هالشي إذا جسمي مثل الإي ومضبطة حالي وحتى ميك أف يعني ما بتزبط أنه كمان بديك تعطي الدور أكمل وجه إيه من هالناحية بعمل أي شي لحتى أكون وفية للدور اللي عم بلعبوه بس بالمقابل ما بعمل شي تنازلات تجاه كرامتي تجاه عائلتي تجاه ولادتي تجاه أهلي هاي ده ما في تنازلات أبداً أنت ممكن تكسب 24 كيلو تطلع بشخصية واليوم منشوفوا ممثلات مش مستعدين يطلعوا بمشهد أيمين من النوم بلا الرموش وبلا الايلاينر وبلا في الميك أف آه هيك ما بعرف بعرف أنه أنا صار معي مشاكل مع كذا ميك أف آرتست أنه أنا مثلاً دوري مرت شوفير تاكسي وبيدي روح شوف لأنه ابني عمل حادث وراكضي على المستشفى عملت مشكل مع الميك أف آرتست لأنه بتعملي فول ميك أف أنا بدي روح بلا ميك أف نهيئياً بتقول لي تبزيح يعني ما ما بدي زيح لحظة شوية واحدة دقولة ابنيك بالمستشفى عمل حادث بتعمل فول ميك أف بتروح ما عم بفهمها العقلية يعني ما لا أكيد لا ما بقبل بتتضحك بس تشوف هيك مشاهد إنه مش بتضحك بعمل هاي هاي ده استهزاء إنه طيب معقول ما صار مارق كلها السنين وكلها الأدوار اللي لاعبتها وبعضهم بقلولك فيكي بيغنوجة بيا نعم تكره الشخصية لما هلقد بتحمليها معك لا بس أنا يمكن مع الوقت لأنه الإنسان بيتقدم وبيشتغل عحاله فأنا بس أرجع أحضر فيكي اللي بينعارض كل خمسة بتشهول بيرجع بينعارض صار له رح يصير إلو عشرين سنة صاره شي سبتعش العمر كله ميرنا عن جد بدي أعمله البيرستي بقى بحضر بصير قول ليه أنا اشتغلت هيك كان فيه اشتغلها بغير طريقة هلأ أنا شخصيا صرت بشوفها لا فيكي مش ميرنا مائعة بلاقيها مائعة إنه ليش هالقنا عم بتمغيت إنه فيها تقولهم بالتلياني بلا ما تمغيت فيه بنزعج منها بعدك بتعرفيت تحكي متل فيكي بلا هي أصلا تلياني بس هو النغمة بتمشي عكل اللغات فينا أحكيها بالفرنساوي بالإنجليزي بالعرب بلا مظبوط أنه إنت لو ما كنتم مسلك أنت بتكوني مترجمة فورية مين خبرك هالخبرية ها ها كم لغة بتحكي أربعة؟ ثلاثة ونص النص هي التلياني لأنه نسيتها مش نسيتها بس صار لي زمان ما عملت براكتي ميرنا هلأ أنت لو ما كنتم مسلة مظبوط كنت بديك تكوني مترجمة فورية شو عرفيك؟ كم لغة بتحكي؟ ثلاثة ونص أنا بعرف أربعة شو ثلاثة ونص؟ فيه نص لقلك لي لأنه التلياني كنت أحكيه بالبول بس ما عم بعمل براكتس مع حدا سو هلأ بعتبره نص عرفتي؟ لأ فعلا عندك موهبة كتير كبيرة بيكتش سيب لغات جديدة بحب بحب كتير اللغات ومش بحب اللغات بحب الطريقة اللي بيحكوا فيها يعني بحب الفرق عرفتي؟ شو مرة ندمت إني كعملت ممثلة؟ أول ما تخرجت وبلشت أشتغيل ندمت إيه؟ قلت أنا شو عملت؟ شو عملت يا مير؟ نا دح عليك نفكر حاليك إنه بتخلصي جامعة وبتفوطي عهوليوود عرفتي؟ بحطوليك هيدا الطريقة اللي بتتعلم فيها والكورسز والطريقة اللي بيحكوك فيها الأسات زي إنه عندي المسؤولية وبتقولي أنا هلأ باخد الشهادة وهوليوود هير آي كام بتوصلي عالدمان ما خصوا بهوليوود أول شي وبتتفاجأ يعني بتصير صدمة ورا صدمة ورا صدمة ورا صدمة عارشتك لشي وراك لشي وراك لشي لنرجع لك لشي إياتيك أستاذيك بالجامعة مخرج الكبير الراحل جلال خوري من أكبر الأسماء اللي مرأت بالمسرح اللبناني مرة رحت لعنده عم تبكي وكنت مهسترة وفئة الأمل وكنت مهسترة وفئة الأمل وقلت له موسيو جلال أنا ما أبدأ اشتغل بهالشغلة لأنه هيدا مش لقلي أنا مش ظابطة قال لي شوفي قلت له عم بيصير كذا 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 بوقتها بتذكر يمكن مخرج كان كاسر أكس قمت أنا لما يبين أنه كاسر أكس بدل ما أقف مثلا من هالمائلة من الكاميرا وقفت من هالمائلة لابين جاي من غير مطرح لما يبين الأكس مكسور أكلت عيطة وأنا كتير حتى فلنرابني يعني نشريني من فوق لتحت بيني وبيني بس قدام العالم خلص بصير هيك فلا كسرت الأكس عم صلح لك جنة جنونة يعني فلت من التصوير خلص لا من إيدي ولا من إجري ما رحت عن جلالة اسم المخرج بتعرفيه اي اوكي رحت عن جلالة ميسيو جلال على يرحم عم ببكي وعيط علي يدن من العالم وأنا مبرضاها عحالي وأنا ميرنا قال لي خلص قعدة جمدة بترشوفي قال لي نسيلي المسرح والتمسيق خلق نحكي ميزيك شو قال لك جملة اليوم ما بتنسيها ما هادي هي قال لي ما نحكي ميزيك قلت له دي حكي ميزيك حكي ميزيك وأنا أم مخري تعرفت أم قال لي إذا عم تحضر كونسار ميزيك كلاستيك وكل الإيلات عم بتنشيز وفجأة بين هالإيلات اللي عم بتنشيز بيطلع لك كمان فيولون عم بيلعب كثير صح مين اللي بيبين غلط بيناتهم قلت له الفيولون قال لي خلص فهمت يلا بقى تبكي وروحي عبيتيك ميرنا اليوم مين عم بنشيز بالتمثيل مين عم بنشيز بالتمثيل المشكلة مش مين عم بنشيز بالتمثيل شو النشيز شو النشيز بالتمثيل بالنسبة لإلي شخصيا النشيز بالتمثيل هو إنه نسمع نص هيدا بالنسبة إلي نشيز التسميع التسميع نتبه التمثيل مش بس وقت تقولي رول كاميرا شو فيه؟ فيه الاتتتود انسات فيه احترامك للعالم وتخليهم يحترموك هيدا كله نشيل ساير معك بهالعشرين سنة شي موقف بالكواليس كان عن جد ما بيقطع واضطريت تبلعي؟ لا انا ما ببلع دغري بطلعون؟ اي دغري بطلعون ما ببلع بس صار صار موقف صار موقف انه اجي تجاهها منتجة على سات وانطلب مني خفف من مستوى تمثيلك رميل غيره يبين حلو كتير خففة ادائك التمثيلة لممثلة او ممثل تاني يبين؟ ممثل او ممثل مش مشكلة مش هون التوك مرح نسمي بس اكيد ما سكتت يعني تناخد فكرة بس ما سكتت اكيد ممثل او ممثلة؟ ما تسمي بس قولي اذا بنت او شاب تقدر اتخيل موقف؟ انه يا بنت يا شاب اه مصرة انه مش معقول يكون قريت سي اي لا صعبة ودور بطولة ما بتثبط حتى صار معك موقف يعني كمان بكواليس احد الاعمال انت مفروض بتكره ممثلة اخرى بحسب الشخصية المكتوبة للك بقى هي حسيت انه انت كرهنتيها زيادة عن الزوم اي حسيت اني عنشات كرهنتيها وشبكتك عند المنتج؟ اي اي حستني انه انا كرهتها انه انا عم اعمل دور لاني بكرهها يعني تخيلي انا هلأ بالمقابلة هي اللي المخرج بداي انت انه ليك هلأ العابة كأنه انت ما بتحبير انا لانه هلأ من انا عملت فنجة وبدو يفوت حدن ويصالحكم وانا بتصرف كأنه ما بحبيك انت بتقوم بتزعلي بتتركي بتتركي بتفلي انه ما انطوري شوي شوفي انه هيدا دور انه انا ما عندي انا بالعكس بحبيك وبرات التصوير من نكت ومنقعض وكل شي بس وقتا يصير وقت النمسي اكيد بكره هيك لانه اذا ما بكره هيك ما بيمشي المسلسل عرفت ايه اخدتها ترسل انا عطيها زيادة عن الزوم اني كبتكره هي لا لكن فسرت الله هيدا الشي ما بعرف اذا اقتنعت صراحة استضمت بدلعات عالسات يعني بهيد الممثل اللي انه مدلع زيادة معاملة خاصة اكتر من غيرها هلأ هولي موجودين وين مكان عشتي موجودين وين مكان ياللي هلأ عم يستمنى مؤخرا انه عم بشوف مسلات وممثلين شباب وصبايا يعني ما عندن هالخبرة عندن اسستنس انسات انا هيدا الشي مثلا انا انا بعد عشرين اربع عشر سنة ما بيخد معي اسستنس انسات اتفاجأت بهذا الموضوع انه ليش المسل عيوز اسستنس ليهديله طيابه وسكريبت مثلا ما بتحتاجه فيك تهدد شيبك لوحدك انه بجرب اه لا اوقات اه لا اوقات بيوقعوا بس انه بلمون مثل الشاطرة مثل الشاطرة بلمون ليش بتقولي بعد عشرين سنة تمثيل انا ما اخدت حقي بلبنان ولكن اخدت حقي برا لما جمهور غربي بيوقف وبيزقف ولما منتج او ممثل بيقول شفتك وبيدور الكوميدي حتى عم بحكي عن فيلم بالحلال حسيت انه في ساعة داخلية جواتك بتقلك وين تسقط الجملة صح؟ هادي قلي ايها المنتج القلماني رومان بول قلي مش معقولي انت كيف بتعرفي وين تسقط الكلمة وين تسقط القفشة وين تسقط الجملة يعني عنديك حتى عنديك سايلنس بس ما انهم سايلنس لانك ساكتة يعني في شي جواتك دائما عم يشتغل حتى انت وساكتة بدل ما تفرح بتنقهري؟ لا بالعكس انه هون ما حدا قدر يقشع هيدا الپوتانسيال وهيدا الاحترافية؟ لا بالعكس انا بشارتك انه ايش ليش عين ومش مني سابون؟ لا اكيد مش مني سابون ليش انت بس تنجحي بدور مثل خمسين الف عملتي نورما صح مادام نورما مادام نورما جايتلك للمدامات عندك هستري من المدامات مادام نورما يلي هي قاسيا بس بزيت الوقت فيها شوية تتويست هيك لايت كتير نجح واخد صدا ليش من بعضه ما في عروض؟ يعني ما بنشوف دايما نجاحك بكمل لا دايما وقت اللي عامل شي كتير قوي بتحس هيك بكل شي بيهدى وبمرق بفترة ماشي ليش؟ ما بعض بديك سأليون ايه لون؟ حق عليك انت؟ لازم لازم كون ميدياكر ما بتبني علاقات؟ ببني علاقات سطحية بس ما ببني علاقات علاقات لازم كون ميدياكر يعني لازم ممثل هالقد منيك ايه لازم خفيف من تمثيلي تب شي مرة انت شي مرة ممكن تنتقضي حالك وتقولي انا وقعت بـ ايه ممكن انا اصلا كل وقت بنتقض حالي وبفضل ما احضر حالي لان دايما بلاقي اشي بشو بتنتقضي حالي؟ بكل شي وين تعتبر حالك بلغت؟ مش قصي تبعتبر حالي بلغت كتر خير الله بس مثلا بفيك بحس حالي بلغت بحسه اوبر اكتنج هدا ايه وينو كيف وينو انو ما بدا كل هالقد فيها تقول وينو بس بوقتها يمكن من عشرين سنة ايه انت مبلش مع مخرج كبير كان استاذنا بالجامعة هيدا الجيل من المخرجين ومن الاسادزة اليوم مفقود ولا في اسامة تانية بتنوب وبتقدم مستوى؟ لكن ما حدا بينوب عن حدا هيدا شيليا من راسك لا انا بنوب عن غيري ولا غيري بينوب عني واى اكيدة كل اللي مرأه قابل واللي هنكبار انا بلاشت كمان مع باسي منصر منو احبة وحبتان بس استاذ باسي منصر ثانية ماجهله التحية اول ما شايفني تطلع هيك قال لي وقفي ورا الكرسي برميه وقفي وراها والقيه عليا وتطلع بالعالم قلته ليه؟ قال لي لطلع الضغر هيك من أول مرة ما كنت بعرفه فما حدا بينهم عن حدا بس ما في شك أنه هلأ غير عصر طلبات غير طلبات الصورة غير صورة الكاميرا غير كاميرا الإضاءة غير إضاءة من قمتين نحن بنقعد بإضاءة هيك مثلا من عشر سنين ما كانت الإضاءة هيك بالستوديو يعني ما فيكي ما فيكي شو اللي اختلف بالمتطلبات من الممثلة قبل كان مطلوب منها تكون أبضايب التمثيل مؤنع اليوم شو مطلوب منها اليوم بعده مطلوب هيدا الشي بس صار إله صار إله مثل ويندوز أفايف عرفتي يعني أوكي ما ضروري تكوني هالأدواء بس إذا شكلك حلو بقتها تلبس بتبايني مهدومة وحلوة ما في مشكلة فيكي تعملي بطلة أنت ما فيك تعملي بطلة لا أصلا ولا مرة ما حتكون بطلة دور البطلة بالنسبة لإلي منه غني كفاية لحتى أنا ألتز فيه أنا بدي شي هيك التز فيه ما أنه غني كفاية يعني حبيت وحبني وهذا مدرشو أنا مأهورة وهو مأهور وحبينا بعضنا وياي أنا هول الأدوار ما الانجينيو يعني اللي بيسموه انجينيو بيجيبو عليه جن فراميار ولا مرة حسيت أنه بدي أشتغل هيك شيء خبروني أنه من أكتر الأدوار اللي استمتعت بأداءة هو بدور العمر مادام دلال هاي مادام تانية هاي دي مادام غير مادام نورما هاي دي قصة كبيرة مادام دلال والصهرات الخاصة والممنوعات والأشياء المحظورة بالمجتمع وأكتر مشهد مبسط فيه ما كان أخذلي وجه فيه استيس سعيد المرو كمان من وجهه للتحية كان أخذلي إجرية كان المشهد اللي بيقتلني فيه عاد الكرم كمان من وجهه للتحية كثير عم نوجه تحيات اليوم هاي دا أكتر مشهد مبسط فيه ليه لأنه طلبت من استيس سعيد إنه بليز خليني أعمل مثل ما أنا بحس وفعلا كانوا إجرية عم بيتكمش وباتخت كأنه عم بجرية بتكمش وباتخت لأهرب من الخنقة طاللي هيدا أنا أكتر مشهد حبيته مع أنه ما كان مبين وجه فيه بس كانت يعني أنت برأيك شخصيات مثل مادام دلال موجودين بالمجتمع أكيد بيستاهلوا هيك موتة من قبل شخصية مثل الشخصية اللي كانت لعبتها سيرين كمان أبواجه للتحية إيه لأنه مبررة موتتها لأنه الشخصية اللي كانت إخدتها سيرين كان هدفة أنه هو للعالم ينشيله عرفت اليوم سيرين كمان غايبة عن مشهد الدراما المحلة وقالت بأكتر من مقابلة أنه هي فيه نوع من فيتو على اسمها من منتجين وفيه خلافات كتير اليوم أنت بعرف أنك بعيدة عن الأجواء شو بتقولي عن أداء سيرين وعادل بدور العمر بعيدة وأنا قلت له نبواجهون وقلت له لأستاذ سعيد وقلت له لعادل وقلت له لأسيرين اشتغلوا كتير حلو عن جد يعني أنا بالنسبة لأ إلي من أجمل الأدوار اللي أدوهم أكل حال النص كمان نصر فقية نصر كتير كمان منواجهه للتحية أول مرة بتواجه تحيات لازم تعرفوا أنه ميرنا مكرزل أمتي تحيات أمتي تحيات بس هلأ مشبورة لأنه بديواجه تحية هيدا شرط قدر إجي أنه نواجه تحية لناس شفت ليه أم جيو وأنطني شارطوا الشباب شو كان الشرط أنه كان عقسيس بدن يروحوا على البيسين اليوم كمان مبارح رحنا أولت مبارح واليوم بدن يروحوا فقلت لهم أنا عندي انتربيو قال ما فيك تروحي ما فيك تروحي إلا إذا بتواجهي لنا تحية هلأ عم بوجه تحيات لحتى قدر وجه لهم تحية لأنتوني بتجيه شو بديك تقليلهم بدي قللهم I love you guys أنتو شباب بتعقدوا و please ما بقى تطولوا لأنه صرتوا تقريبا طولة وبعدكم صغار ما بعرف كي بدي أعيط عليكم بعد سنة وسنتين و عن جد I love you I love you and you're my support بشغلي وبحياتي وبعملي وبكل شي و ما حقبكي please ما تبكي ده كان شرطي صرت صار علي ما حقبكي كنت عم بتقولي المخرج عم بيقلك برمي الكرسي وتطلعي وتطلعيلي tiger eyes أنا بعرف أنه في لبوة بتطلع مع أميرنا مكرزل لما حدا بيدقب الكرامة أما لما حدا بيدقب الولاد والنصيحة اللي مؤربين منك بيعطوك إياها هو لما بتحبه حبه بس شوية تحدود من قللك هالخبرية شو يعني أنك تكوني هالقد اموسيونال بس الناس ما بتعرف هدلش لأنه بس اظهر من بيتي أو بس اظهر من عالمي بطفي كل شي وبتوجه للشي اللي بدي أعمله خلص مشان هيك وهي دي نقطة ضعف مش مفروض فرجية للعالم أصلا مش مفروض فرجية لا لأنه في كتير ناس محبين بيستغلوا الشخص اللي بيعطي بلا حدود وبيحب بلا حدود سو واحد بديو ياخد احتياطاته كمان نحن اليوم بهيدا العصر اللي فيه كتير نفاء إيبوكريزي وفيه كتير أشخاص مخباية بالتيابة ونواية مبيتة أنت بمجالك يمكن مثل كل المجالات ولكن لأنه المنافسة قوية ولأنه في ضو ولأنه في شهرة اكتشفت هيك وجوه أكيد أكيد يعني أنا بتفاجأ مسلا أنه بكون بالتصوير بيصير مشكل بين الرنة وإكس بيقبروا بعضن بروح عا بيتي بعض التصوير على الساعة تسعة بلاقيهم نازلين ستوري سوى مشانجلين بعضن على البحر مسلا هلأ كنت عبتتتقبر وما فهمت كيف ركبت معكم ما بتعرفي عرفت أنا هيدا الشي بيفجأني لأنه أنا لا سمحة لأ عملت مشكل معيك أرضوار أمرسي بعضيك تاكلي ضفيرك بس تتوتري لا هلأ حتى تجالش ما بقى استرد طولت يون هيدا البنت اللي كان عمرها سبعة اثمان سنين كانت بالأمريكن سكول ميرنا مكرزل قمي سمعي ميرنا مكرزل أو بتخشى بك أو بتخشى ضحك وي كتير غريب لما اكتشفت أنه عنديك هيدا الكتال خجول بشخصيتك اليوم بفك يعني كل اللي بيتابعك وبيشوفك قديش يعني كتلة من الطاقة كتلة من الطاقة ومن الهضامة ومن سرعة البديهة وهالكاركتر جاية من بنت كان عمرها تمان سنين كانت كتير تستحق صح مش بس هيك كنت إذا أهلي عزمين الناس عالبيت تخبى تحت التخط أو تحت الفلد الكنابية ما بديك تشوفي حدا بستحق كنت استحق كتير هلأ بعدين لنرجع لرجال الخوري قال لي لأنه وقتا ما أنا ليش شو صار وقتا حطوني بالدراما كلاب لحتى يعطوني ويعطوني كاركترز مش مش لبرنساس والصندريون يعطوني الويتش والمبارشور لحتى ما حس إنه هاي أنا تطاعي من حالك ومن خجلك يعني لا ما حس إنه هاي أنا صرت وقتلي ما عم بحس إنه هاي ميرنا هلأ قوليلي طلعي يغني قدام العالة ولا ممكن أو طلعي رقصي ولا ممكن ما بتعملي يا نو 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 جميع بستحق كتير بعدك بستحق ما بيتغلب عليها الواحد لا أكيد ما بيتغلب بس يولن تو كنترول وبتلاقي أدوات تساعدك مشان هيك اليوم قررت تساعد كتير ناس وترجعي عالجامعة وتتخصصي بالدراما ثرابي صح لا أنت كتير بتعرفي اسم التولاتي كمان بديك رقم السجل بتنرجينه ما عملت شي بقررستي للضيف بعرف كل شي آه أوكي ايه فيتي عالجامعة بسبتمبر الله راض بدي عامل ماسترز بدي أدرس ليش بديك تعمل علاج بالدراما مين بديك تعالجي أو شو الإشياء اللي استفزتك اللي قلت بدي أرجع تلميذي يعني من بعد هالكاريير وبدي فوت بهالاختصاص هلأ تلميذي ما بيضغي الكاريير فيني كفة بالكاريير تبعيتي بس أنا من الناس يلي بحس أنه مش ضرورة تصيري يعني أنه أنا صرت بعمر معين ممنوع تعلم أنا بالعكس أنا حداً كتير بحب الريسيرتش كتير بحب طوير حالي ولا مرة قلت عن حالي أنه أنا صرت ممسلة أنا دايماً بقول أنا قيد النسي يرمسلة لأنه كل فترة فيه إشياء بتتغير ودايماً بيشتغل عحالي وهي دي واحدة من الإشياء اللي حابي أشتغل عحالي فيها أنا أرجع للجامعة وإخذ ماسترز بتأمنى أنه الدراما عندها يعني قدرة علاجية كتير قوية أكيد أنا بحكي من حالي وقتها كنت عم بصور خمسين ألف كنت عم بمرق بصعب بزرف كتير كتير صعب وما أخدت لأنني كنت عم فضي كل شي بخمسين ألف يعني عندي أيام تصوير تاني نهار إجي يقولولي أنت مبارح جانو فع عين فيه ذاتي مش متذكر شو عاملي يعني هي طريقة كمان تندهر هيدا هي ترابي إيه الـ negative energy الـ negative emotions طبعنا أكيد أكيد أديش الـ comedian بشكل خاص أو الممثل اللي عمي لعب دور كوميدي بكتير قصص بنشوفها مع ممثلين كتير قوية بكواليسه يا كان عم يبكي يا كان مرق بـ depression قوية والأمثل كتير اللي دفيوناز مات عمره بالـ 63 سنة قد ما كان deprimé وهو قد يضحك العالم قد يضحك الناس فعلا هيك حتى بالحياة تخبروني أنه لما بتكون كتير 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 عم تنكتب بتكون كتير 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 مدبرسة لا هاقتيك بتاع فجارتي عم تلعه تليفون مبارئ دنيا فعلا هيك هي طريق تيك توك يس قدم دابرسة هيدا الـ ديفانسل ميكانيزم ايه قدم دابرسة من الوضع البلد ووضع الممثل بالبلد اه من دابرسة من وضع الممثل بالبلد هيدا من زمان بس من وضع البلد مش من دابرسة فقدت الأمل يعني أنا بالنسبة إلي خلص لبنان صار معروف إنه كل عشرة خمسة عشر سنة بدنا ناكل ضرب ونبلش كلنا من السفر وأنا حدا تعب ما بقلش لها ده ليش عم تبرمي على بلد تهاجر عليها بس ما يكون فيه لبنانية ما لقيت ما لقيت حتى هول الجزر صغال فيهم لبنانية مش معقول بس ليش هربان من اللبنان شو اللي بيطبعه صار بتعبك النفسية النفسية واللام وبالات ويلا متل ما بتجي بتجي وقد ما صار يعني يعني ما علي بعتقد نحن أكتر بلد بتفتحي فيه الفيسبوك عليه وراء نهوي يعني حسي حالي عيشي بمقبرة ما بد عيشي ما بد ولادي يربو هيك كيش الناس عم تموت ما بعرف على جد ما بعرف بس مش مع يعني أوكي يعني ما بعد كورونا ما بعد انتجار أربع قاب كل عمرة الناس بتموت بس هال سوشل ميديا اللي صارت تخدم الموطة كتير بشعة مش معقول يعني افتحي هلا عندي كل فيشبوك وكل وراء نعوي تم خلصنا انه شو فيها اذا واحد بعت واتساب بس هيدا سبب تندب الشنطة ونفل من البلد؟ لا انا السبب الأساسي انه قبل الكورونا بفترة في عنا شاب المنصورية راح فرق عاملة تقوص بالغلط بعتقد كل الهز لبنان فيها صح وبعد جمعتين من وفاته راحوا أهله استلموا شهدته من الجامعة انا بقيت شهرين ما نمت عم تفكري بولادك كمان اكيد اكيد انا ما بدي ولادين موتوا هيك سوري من وراء مشكلهو ما خصو فيه أصلا بالغلط يعني وكم قصة متل قصته وكم قصص وقصص شلي لازم يتغير بالبلد وما بيقطع بقى يكمل كل شي كل شي أول شي الطبع الحاكمة انت نزلت على الثورة لا كنت دعمة بمواقفك لا ليش لأنواعات اللي هون رح يوصلوا حيات مسدود بتقطع ما بتقطع معميرنا مكرزر ميرنا أسئلة بتقطع ما بتقطع بنلعب شوي على يعني بدي قلك يا بتقطع يا ما بتقطع تقولي بديك يا انت أنا عم بلعب على الكلام يلا لعبي أكتر نزلنا على الريك ريك بس لحظة أول دقل الشيطان اي مش محسوبة اكتر شي ما بيقطع وما لازم يكمل بدراما لبنانية اليوم بجملة أول دقل الشيطان أكتر شي ما بيقطع بالدراما بتقولي هيدا الشيء خلص اي 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 انا بقلك شو انه يغمروا بعضون ووجوا حد وجها لحتى يخدون كادر واحد او يبوس لمرتوا ع صندحة على الريح والجاوي يقولي لأ بحبيك انا باية الوحيد اللي بيبوسني ع صندحة انت بايس بوس حميمة بمسلسل صح بالنسبة لقلك الجرقة بتقطع ولا اذا كانت موظفة صح لأنه هيدا سؤال للأسف بالنسبة لها منها جرقة بالنسبة لها منها جرقة بالنسبة لها هيدا كاركتر صار معه شي معين اذا ما في بوصي يعني هيدا الكاركتر منه طبيعي صح شو اللي قطعت فيه فيتو على اسمك او تعتيم اعلامي لدو تجوز الاسنتان لاثنين مين حط فيتو عليك هون الدحك ما بعرفون الناس ما بعرفون يعني انا بس يدقل لي حدا من اوروبا يقلي انو كنتاريح اسميك عشي انا فيه وقالولي انو نحنا ما منشغل ميرنا مكرزل معنا قلت له مين هول الناس عطاني اسامي ما بعرفها عن جد ما بعرفون حتى الاسامي يعني عم جد تذكر شو الاسم ما منشغل ميرنا مكرزل ايه واللي طلعوا اشياء انك اعتزلت اصلا اه دائما هادي سعب يطلعوا اشياء اعتزلز فيه ناس عاملوني انو كل سنة بحبل وعندي سبع ولاد بسم الله ايه قدي اعمارهم ما بعرف هلا فيه اتنان بالسيزوبال اتنان بالقراب ليش ما تضررين من وجودك هالقد عن جد ما بعرف مع انو يعني انت لو بروفايل انا لو بروفايل مشكلجية يا ميرنا بالكواليس صريحة زيادة عندي ايه مش قصة مشكلجية بس ما بخلي شي يقطع ما بيقطع واو ايه في اشي ما بتقطع يعني بقول الشغلة متل ما هي واذا حدا زعيل لازم يعرف انو انا عبقول هالشي من قلبي مش لحتى اقزيه بس لانو هاد الحقيقة اخر مرة قطعت بنو بتبكة اخر مرة قطعت مباريح شو كان السبب شو كان السبب ليش بكيت مباريح صر لي فترة هلق بس حدا يقل لي شي منيح ببكي بتتأثري ايه يمكن يمكن ابني الصغير اجا هيك كنا كان عم بيلعب وانا قاعدة موحشو كنت عم بعمل اجا باسني هيك عصم ضيحت ايه متل اه وقل وقل I love you ماما ورجع كفة لعب هيك دمعت انو صايرة هيك بتأثر بقلة شغلات اخر شخص قطعتله كارت بحياتك ما بتطلعي لورا اخر شخص قطعتله كارت بحياتك اه شو بعرفنا يلا اميرنا شوية صراحة مقبض شو عم فكر بالكروتة روقش قلب الكروتة لا انو ليش كان بيستاهل تحط عليا ايكس وما تطلعي ورا شو عامل؟ مش ما قلتكن الناس هيك شي لحظة لحظة ذكريني اذا سيلي اسئلة ذكريني اذا سيلي اسئلة ذكريني انت الشخص حديت عليه فيتو انا مابحط فيتو قطعت كروتة معدت احكي معه مين 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 الشخص اللي ممكن ما بقيت احكي معه؟ الشخص اللي بيطلع عني حكي مني قيلته في حدا قطعلك وعد لا هلق ما وفى فيه وبدك تذكريه بالوعد؟ لا كتر خير قال لا انا ما بتكيل على حدا وما بطلب انه حدا يعمل لي وعود مشان هيك ما في حدا يعمل لي وعود ومش وفية اخر اخطر موقف قطعت فيه بحياتك شو كان؟ ممكن يكون الخطر نفسي او معنوي اخطر موقف قطعت فيه بحياتي يا رانا هو اني اخد قرار اني اعمل عائلة كان اخطر موقف ليش؟ لانه كت عم بشتغيل وكان ماشي شغلي وانا بعرف حالي انه اذا بدي اعمل عائلة ما رح بدي تصويراتي على العائلة بسو بدي يصير اولادة برايوريتي بسو اخدت معي وقت لحتى اخدت هذا القرار يعني انا ما كان بدي اجيب اولاد ويربع ايدين صنيع انا رح اصوي انا اول ثلاث اربع سنين لها كانوا صاروا اثنيناتهم مدرسة ما صورت شي دفعت حق انه الاربع سنين بالمهنة؟ اكيد كل السنة ما بتشتغلي فيها بتدفعي حقه وكل دور بترفدي او بتعتزري عنه؟ بتدفعي حقه مع انه بتكوني عم ترفدي بطريقة كتير لبقى وانه هلأ ما عندي وقت بس ما بيفهموها هيك اللعبة الدرامية كلها سوا بتكبك برا بسرعة اذا ما كنت بشراسة عم تاخدي دور ورا دور وتسبت حالي؟ لا لا انا ما كبتني يا حوصر لسنين ما كبتني بس ما كان فيك تكوني غير محل اليوم؟ كان فيني تكون غير محل بس مش من ورا قصة الي عم بغيب من ورا قصة ادي انا مستعد اقدم تنازلات و ادي انا مستعد اكون انتمى لا استبل معينة لا لاكليك معينة او لشركة انتاج معينة يعني هنه بيقولوا بالانجليزية طيب كلهم بيحكوا كل الممثلات بيحكوا عنه انه انا ما صارت هيد الفرصة لانه انا ما بقدم تنازلات، شو يعني تنازلات؟ تنزولات جنسية تنزولات بالعلاقات أنا بالنسبة لقلي أول طلعت كان فيه مثل نوع من أنه بدون يصير فيه احتكار أنا ما برضى أنه حدا يحتكرني مش كرمال شي بس أنا مبريد وقلتلون لهول العالم مين ما كانوا يكونوا عم تحكي عن المنتج مروان حداد من بعد غنو جيت بيض حتى قبل مروان حداد وبعد مروان حداد كلهم أنا حدا مبريد يوم من القيام أي إنسان يقول أنا عملت لاميرنا بجرزل برفض رفض تام أنا بعمل حالي بحالي ما بدي حدا يعملني حتى لو بدي أتعذب بس أنا ما بدي حدا يعملني عرفت آخر سؤال مينة أسألك يا إذا بتعرفي بس تنقطع عنك الأضواء وتخلص القصة وين بتشوفي حالك كيف يعني يعني بطل شي كاميرا بطل في تمثيل بطلت مشهورة أوكي كيف بتشوفي حالك إيامك آه عادة وين شو أول فكرة هيك سعيدة أول فكرة سعيدة على البحر عم بيخد هيك شي من هول طب عقولي الكوكونوت اللي فيهم سبعمائة شمسية عرفته عم بتصيّد سمك أنا والشباب يعني أولادي عم بقرة أنا بقرة كتير بعيتولي بالبيت مادام ريد قلاط عم بقرة عم بعمل ريسيرتش عندي كتير إشيات أوكيباي ميسيلف عبل ما يكون عنا أكتر صناع الدراما وسينما بيقروا الممثل صح وبيقروا طاقاته صح وبيعرفوا أنه أشخاص مثلك هنه دايما أدت باليو ودايما حصان رابح متل ما بيقولوا بالكلشيات اللي ما بتحبيه بالاستبل لا بالأعمال اللي متل دور العمر بتعبّي الراس وبتعطيكي جرعة من الدهشة حلوة بالنص وبالسيناريو وبالأداء بحب شوفك أكتر بأعمال أكتر وأكتر بتلبق لحجم موهبتك لاي كيرانا أنا كتبت شيء أنا كتبت مسلسال وكنت ناوية أني فوت فيه مع حي الله أي منتج بيحبه وصار فيه حكي مع كذا منتج بس واجهت مشكلة معه أنه ما بد دنياني يكون كو بروديوسر وأنا دفت أنه مني كو بروديوسر يعني عم بيع نص أنا مني عارضة حالي ككاتبة فأنا بدي يكون كو بروديوسر لأنه أنا بدي حط إيدي بالكاستينج بدي حط إيدي من المخرج من الإضاءة لأنه هذا شيء بيخصني وبيهمني وصلت لما تراح ببيته بالجرور ما بتقبل تبيعي نصك لمنتج هو ينفذه هو يختار الممثلين ليه ما عندك ثقة بالمنتجين المحليين مش قصة ما عندك ثقة هيدا أول عمل بكتبه هيدا البيبي طبعي بدي يتنفذ مثل ما أنا شايفته كوميدي ولا تراجزي سوشل 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 يعني ممكن فيه إشيا دراما فيه إشيا أكشن فيه إشيا كوميدي فيه فيه كل شيء وما عندك مشكلة تعدم المشروع كله سوى إذا أنت ما راح تكوني مشاركة بإنتاجه آي ما عندك مشكلة ما بيستاهل هاي بيوحدة من التنزلات يتنفذ بيستاهل إنه يتنفذ صح بس إنه يتنفذ غلط ما بتقطع ما بتقطع عقبال ما عقبال ما فعلا يتنفذ صح ومتل ما بتطمح عقبال ما نشوفك بأدوار أكتر نورتيني بها الحلقة من ما بتقطع برأي تبصرها شكرا ما رأيته بسرعة بس بحكي معيك للصبح أوكي كمل طفوا الضو طفوا الضو لأ ضووا القضوية الباقيين تانكيو ميرنا تانكيو رانا حبيت الحلقة كتير مهضومة عن جد صدمتيني سراحة مش صعقتيني هادي لنقول شي مش كليشي لأنه ما كنت مستنظرة هيك أسئلة ضهرت من الكليشي يلي أنا بكرهه ما حسيت حالي عم بعمل انتربيو بالعكس حسيت عم ندرديش which is nice وهيك تانكيو كتير بدي أشكر كمان المتابعين على متابعتكم لهالحلقة وتفعلكم معنا دايما على هاشتاج مبتقطع على السوشال ميديا بتمنى تكونوا حبيتوا هالحوار واستمتعتوا معنا أنا وميرنا مكرزل أنا بلاقيكم الأسبوع الجاية مع ضيف جديد وحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر